السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديال 19 في شهر تسعود سنطرق العدة أخبار كتبقى أهمها الفيضانات والأزمة اللي كي نحاليا في رومانيا يعني المناطق الجنوبية ديال الميليا رومانيا اللي فيها فورلي رافينا بولونيا تشيزينا والعديد من المضور الأخرى كنتكلموا على جوجية الناس اللي هم هي حاليا المفقودين كنتكلموا على إغلاق المدارس غدا في مدينة رافينا ونشرة تحذيرية من لون أحمر حتى الغدة كذلك إخوان في هذه البلدية وفي هذه المدينة وغنتكلموا إخوان وغنشوفوا الصور والفيديوهات صراحة فيضانات اللي كرفصت الناس بزاف في الميليا رومانيا اللي كتتعرض لثالث فيضان في 16 شهر فقط غنتكلموا كذلك على عملية دهس بسيارة من نوع ميرسيديس السيدة لدارتها العملية جنسية برازيلية اعتود بحليني إخوان لدوميشي الياري لحفز ديال الدار والدار ديالها تبعد أمطار قليلة على المنزل اللي فيه الإيطالية لقتلات المواطن المغربي لسميته نوردين هات السيدة دارت عملية دهس ماتوا فيها جوج ديالت الناس وخمسة ديالت الجرحة وكين وفات شاب باسميتها ياسمين اللي هي مغاربية وغنشوفوا نتكلموا كذلك بالفيديو كين جريدة إيطالية نشرت الفيديو إخوان لحيث ديالت مواطن المغربي اللي توفى بالأمس كانت إخوان صرعلي هي مفريطة وغنشوفوا الفيديو في تواني قليلة كيفما أنه غذينتكلموا على جديد شابة الإيطالية لولدات ودفنات الأبناء ديالها بجوش في الجريدة ديال الفيلا ديالها هات الدرية تفاصيل لليوم كتتكلم عليه إخوان الشرطة والمحققين أرا صارحة تندك شيء بزاف غنتكلموا كذلك على إيطاليا ثمان ديال زيت الزيتون يعني لوليو إكسترا فيرجيني غذينزل ثمان دياله في النهاية ديال هات السنة يعني في الأشهر القادمة بنسبة 40% يعني القرعة اللي دير 10 أورو غتويني بسة غنشوفوا التفاصيل وغنتكلموا على هاد الفقرة رفاق أشياء اللي يزوينا كيفما أنه غذينتكلموا كذلك على الخيطار ديال حسن نصر الله القائد ديال حزب الله ليس كلموا على أنه إسرائيل فاتت كل خطوط الحمراء وبلا أنه ذك شردارته هو إعلان حرب وبطبيعة حال كين كلام على أنه حرب غادي تبدأ في الساعات القادمة أو الأيام القادمة غنشوفوا التفاصيل وغنتكلموا على عدة أخبار من بينها كذلك الوفاة ديال جنوش ديال جنود إسرائيليين في الشمال ديال إسرائيل سهدفهم حزب الله وغنتكلموا كذلك إخوان على عدة أخبار وكيفما العادة كنم بغيشكركم جزيلا شكرا للدعم ديالكم من القناة والناس اللي لم يشاركاش يشاركوا باشقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان غادي مشون تكلموا على الفيضانات اللي كان في الميليا رومانيا الحالة صعبة وغادي نشوفوا كيفاش الناس يا إخوان تكارفسات هاد المنطقة اللي عير هذي 16 شهر يا إخوان الأخيرة هذا هو الفيضان الثالث كان عندهم فيضان في شهر خمسة ديال سنة 2023 واحد ثاني وهذا هو الثالث والناس يا إخوان صراحة عيات وكذلك الشركات يعني الناس اللي ساكنة في مناطق قريبة من هالوديان رفضوا علي هالودياني إخوان والديور ديالهم خسر لهم الآتات رابوا طرقان كانت إنجرافات ديال التربي إخوان بالعشرات في البروفينشة ديال بولونيا ولذلك المواطنين غاضبين من الحكومة وكين واحد نقاشي إخوان ما بين الحكومة والجهة غذين طرقوا لي كذلك فهذا الفقرة إجمالا هذي بعض الصوري من ترافيرسارا دي بانيا كفالو هنا يخوان شوفوا معي الصور هنا يهدور هاروكوبتير اللي كانوا كيد دخلوا باش يهزور مواطنين من المنازل ديالهم وغان شوفوا هات الصوري هاد الفيديو غايبانوا لكم المواطنين كيفاش أنهم طلعوا فوق السطوحة باش يتفادوا يخوان الغارق في المياه هذي الفيضانة تشوفوا معي إخوان الدنيا كيفاش كانت يعني راح كنتكلموا على المي إخوان كان كتير في العديد من الأحياء وهذا الشركة نتكلموا عليه إخوان أرى قريب من بانيا كفالو أو في مدينة بانيا كفالو هنا يخوان شوفوا الواد من ينداز من الفيض هنا شوفوا المنازل وبطبيعة يتحلي إخوان هذي صور ثانية اللي غذيتشوفوا المواطنين اللي طالعوا فوق السطوحة يعني الفلاحة بشاتي إخوان الشركات حبسوا الخدمة الماكينات باع الماكينات ديال الشركة تخسروا هذا من العرب ديالكورو القدم وهناي إخوان كيف ما غذيتلاحظوا معايا هذو ره مواطنين اللي هنا طالعين هذا مواطنين هنايا هذو مواطنين هنايا مواطنين كذلك هنايا ولذلك عدد كبير ديت الناس إخوان لطلعت لأسطح ديت المنازل باش يجيوا الناس ديال الوقاية المدنية ينقضوهم ونشوفوا يا إخوان المياش حال كانت كثيرة هذا الفيديو بطبيعة لإخوان نشروا الفيديو ديالفوكو وكنت تكلموا على التدخلات اللي كانت يا إخوان بالمئاس يعني الحالة الصعيبة يا إخوان في الميليا رومانيا فبنيا كفالو بالتحديد الجيها يا إخوان كتتكلم على الحدود الساعة كينجوج ديت الناس اللي هم يفعيدات المفقودين ورعير البارحي إخوان في الليل الناس اللي نقلوا من الأماكن اللي كتشكل عليها الفيضانات الخطر ركنوا تقريبا ألف شخص لدهم يا إخوان المراكز صدفهم فيها فبعد الحالة كانوا عرقاءات ديالرياضة إجمالا كيف ما كيقولوا بعض الخباراء اللي وقع يا إخوان في المناطق دياللي ميليا رومانيا هو أنه في 24 ساعة فقط وهذا الشي كيشرحوا خباراء قال لك طاحث ما بين 250 حتى الميتين وسبعين مليمتر ديالشا ذاك الشركة كان وقع في الزاقورة وفي الجانوب الشرقي ديالرياضة المملكة المغربية ركن الحد الأقصى هو 150 مليمتر هناك نتكلموا على فنهار واحد طاحث ما بين 250 حتى الميتين وسبعين مليمتر ستقول لي صفين اشنا هي هاد الكمية كيشرح الخبير تيقول لك في ميتر كاري يعني شد مربع كل جانب فيه فيه ميترو طاحث فيه 250 لتر ديالليمه يعني ركن تكلموا يا إخوان على كمية ديت المياه اللي هي كبيرة وكبيرة بززاف إجمالا فيما يتعلق بالمدارس فرافيننا وفورلي غايبقوا غالقين حتغ الضيق إخوان عشرين في شهر تسعود أما في بولونيا وتشازينة رغيفتحوا بعض المدارس طابد حد كيف مكتقول لي إخوان رئيسات الجهة قالت بالله أنه في البروفينشا ديال بولونيا وديال فورلي تشازينة أراف بعض البلديات غايبقوا المدارس السادة ولكن الأغلبية البلديات المدارس غايبفتحو خصوصا المدينة اللي سكرفستتي هي بلديات موديليانا هنا غايبقوا المدارس السادة طابد الحد هنا يا إخوان غايبقوا فيديو آخر هنا ركن تكلموا على المناطق اللي هي مابين رافينا وكذلك لوجو لغو راتعية في الساعة الأخيرة ونسبة المياه بدأت ترتافع وشوفوا يا إخوة المدين الواد هذا رأي لا أردين يا إخوان يعني كنت تكلموا على واحد الحد يال الواد اللي كيكون عالي وهو نورمال مون نس كتبش تجري فوقه منك كل أيام عادية والواد ما طالعش إلا أنه شوفوا معاي إخوان أتشره ما بين رفيننا ولوغو يعني الحقوق الفلاحية ليلى هيلله يعني الحال الصعيبة وصعيبة بزاف إخوان نجيو دابا النقاش السياسي اللي هو واحد نقاش غابي وكي طلع الدم بزاف ناضت الحكومة اليوم وهاتش إخوان دارو نائب وزير البنية التحتية اللي هو نائب دي الوزير سالفيني وكذلك الوزير دي الحماية المدنية ناضوا كيهاجموا الجهة اللي ميليا رومانيا بحكم أنه الانتخابات قريبة فيها ناضوا كيهاجموها لأنه الجهة شادها الياسار والحكومة يمينية قالوا ليم حقا لحكومة الأخيرة يعني فهات 16 شهر اللي لازت أعطاعت اللي ميليا رومانيا باش دير مشاريع باش تفاد الفيضانات أعطاعت هكثر من نصف مليار دي الأورو كتار من خمسمائة مليار مغربية قال ليهم هاتش شي شي يقول فيه إخوان لوازير دي الحماية المدنية تيقولون بغينا نعرفوا هات الفلوس أشنو دارت بيها راه كل جهة دارت خدمتها ما كانش غيوقع هاتش شي طيب يتحل الشي اللي قلق رئيسة الجهة وقلق كذلك شنين دي الحزب ديمقراطي اللي كيتكلموا على أنهم كي يستغل لوحد الفاجعة اللي كي ينحلين في الميليا رومانيا باش يديروا حملة انتخابية وقالوا ليوم في آخر فيضان جات عدنا جورجا ميلوني لا بصابوت وكتسلم على الناس وكتوا عادهم بلأنه غا تقدم لي المساعدات وغا تقدم لي التعويضات تشي حاجة ما وصلت المواطنين وزيدا بالهجوم على الجهة أثناء هاد الأزمة مش يزعي ما كي الأزمة سالات لا أثناء الأزمة ولذلك لا يدير الشي والدية الخيري إخوان بطبيط حال انتخابات عندي يمين ربما أهم يا إخوان من مواجهة هاد الفيضانات وكيف ما كتقول رئيسة الجهة مقارنة بجوط الفيضانات اللي كانوقع العمل اللي فات هذا إجمانا راه أقل ضررا وخي يعني راح تنسك رفسات هنا يا إخوان أما فيانت ساي إخوان البارح في الليل مثلا من نساق قل خبار بالله أنه كينا واحد نشرة تحذيرية من لون أحمر رامشوا بنوى يا إخوان بهذا الطوب أماكن باش يحميوا بعض الأحياء إلا أنه كيف ما كتشوفوا معي يا جور ليهوا يا إخوان ديال الإسمنت واللي تقيل بزاف هذا راه ضربوا المق وطيحوا والماء يا إخوان فاض على الأحياء اللي كانوا في مدينة رابيننا موسيقى فهذا الفقرة يا إخوان سنتحدث عن بعض الأحداث اللي وقعت في إيطاليا في الساعات الأخيرة من بينها ذاك الشيرة وقع بالأمس يا إخوان في البلدية كامايوري والتي توفى على الإتر ديالو جوج ديال الشابات صغار وطبي تحل هاد القضية إخوان فيها بزاف ديت الأشياء كتشابه بالقضية ديت المقسل ديال المواطن المغربي نوردين في مدينة فياريجو وراه تقريبا إخوان كنت تكلموا عن نفس الزونة في الطالين اللي وقع فيها هاد المشكيل الموهم السيد اللي كتشوفوا في الصورة سميتها كاتيا بيريرا دا سيلفا عندها يا إخوان 44 سنة وهي أم لثلاث أطفال كانت البارحي إخوان راكبة على هاد الميرسيديس اللي كتشوفوا معاي في الصورة يعني ذلك الشيء اللي وقع يا إخوان في العشيرة صعيب وصعيب بزاف الموهم هاد السيدة كيتبين أنها متوقفت شيء إخوان في الجوج ديال الفيروجات الفيروج اللولي إخوان حرقات وكانت غضب واحد صلعة دية 80 كم في الساعة وغدت ضرب ثاني واحد المائتين وخمسين مترو وغدت حرق الفيروج الثاني في الفيروج الأول غدت ضرب ثلاثة دية البنات الجوج غدت توفا ووحدة حالين في المستشفى وفي الفيروج الثاني غدت ضرب جوج دية الناس وغدت ضرب كذلك جوج دية السيارات في التوطال كان جوج دية الوفيات وخمسة دية الجرحة الحالة دية الوحدة فيهم خطيرة وكنتكلموا إخوان إجمالا على أنه ناس اللي هما يا كانوا ضحاي ديال هاد الحارثة كلهم أجانب الشابتين اللي تشوفوا إخوان كيتكلموا عليهم أنه وحدة عنده 19 عام والثاني عنده 18 عام تيقولوا عليهم ألمانيين ولكن وحدة فيهم إخوان عربية وبنسبة كبيرة جزائرية أو تونسية أو مغربية سميت هيا سمين بوسنينا عنده 19 سنة وكينا إليس دونميز اللي عنده 18 سنة رطبيت الحال هاد الناس يا إخوان كانوا في واحد الرحلة مع المدرسة ديالهم وكانوا جايين من واحد البلدية الصغيرة اللي كانوا في ألمانيا السين دا كودية هاد البلدية طلب من المواطنين أنه مشاعلوش معي إخوان باش يتضامنوا مع هاد الضحايا وكذلك من أجل دكرة ديالهم وطبيت الحال هاد السيدة يا إخوان الموشكي اللي كان هو أنه كيف ما قلنا بزاف ديت الأشياء كيتشابه مع القضية ديال نوردين أولا السيدة اللي ماتت حتى هيا إخوان أصول مغاربية عند هاي إخوان سيارة اللي ضربتها كذلك من نوع ميرسيديس وهاد المواطنة اللي الأصول ديال برازيلية حاليا إخوان عاطين الحبس ديال 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 دياله لكي تواجد على بعد أمتار قليلة على المنزل اللي متواجدة فيه تشينتسيا المواطنة الإيطالية لقتلة المواطن المغربي حتى هي بميرسيديس يعني كنت تكلموا على جوج دي السيدات قاتلني إخوان بالسيارة ديالهم بطبيط حال الحالات تختلف لأنه وحدة بغت ترجع الساك ديال وقتلها تسيد هذي إخوان لوقيتها اللي شدوها وحقوا معها قلت يوم تدكتش حجم دكش ليوقع بطبيط حال البوليسي إخوان بالتقيق ديالهم قالك ما لقيناش الحزدين الفران قدام الفيروج اللولاني أو الفيروج الثاني وثاني تحاجة داروا لي هالتحاليل ديال اليال القول تاست باشي شوفوها هو الشاربة تشارباش ناهيك يعلانه داروا لي هالتحاليل ديالة الدم باشي شوفوه شعنده إخوان كوكايين ورحشيش للقووا السيدة إخوان ما عنده شمي خدير فالده ديالله ولكن ما عاقلش على هذا الشري وقاع كانت راكم مع اوحة سيدة وهات الصورة لهم اخدوها لها لوقيت لي وقعت الواقعة يالله نازلم السيارة دياله اجمالا من جهة اخرى يتكلمي اخوان المحققين ويشوفوا الكاميرات المنطقة اللي كانت فيماية باش يعرفوا اشلو اللي وقاء ولكن كي شرحوا بلا ان هذو كل فتيات راه بجوجهم ما كانواش قطعن الشانطي وما كانواش وسط الطريق كانوا طالع للتروتوار والسيارة ياخوان ضرباتهم فوق التروتوار ومن بعد اخوان غادي تكمل طريقها المدة 250 مترو دائما بصرع اللي هي كبيرة حتى غادي ترفض كجو السيارات اللي كانوا قدامها عادي غادي تحبسي اخوان طموبيل وغادي تتوقف لا يدير شي شوي لديد الخير يا اخوان والسيين داكورا كي يتكلم على انه حاجة منها تشرم عمرا موقعات في البلدية دياله ناهك على انه السيارة اللي هي من نوع ميرسيديس داروا عليها التحقيق تبين بلا انه عند الريفيزيوني وعندها لصورة نصف الامور دياله واضحة يعني اشنو قع السيدة اللي حاليني اخوان متهمة بالقتل الطرقي لانه كان صيقه وقعت حديث ديال السير ماشي مساد فالناس او انه كانت عندها النية ديال انها تقتلهم اراكي حق معه عند الحبز ديال الدار بدتهم ديال قتل الطرقي في حين انا وهمش نتكلموا اخوان هنايا على الحادث المميت اللي تعرض ليه مواطن مغربي بالامس وكانت معاه مواطنة ايطالية المواطن المغربي كان عنده اخوان تلات او بعين عام وكيتبين بلا انه هو اللي كان صيقه اخوان هات السيارة انا حاليني اخوان غادي نوريكم الفيديو ديال الحادثة اللي ما مش دوداشي اخوان لوقيت ديال الاستيضام ولكن ركيت سمعي اخوان تضربه وشوفوا السرعة اللي كانت غدا بها السيارة اللي كانت غدا مصرعي اخوان وهذا راه فيراج طبيق حلي اخوان استيضام اللي هو يكان عنيف واللي ادى الى الوافاة ديال الجوجية المواطنين في الدقة الله يدري الشيو ديال الخير اما فيما يتعلق بالشابة الايطالية اللي تكلمنا عليها واللي قلنا بلا انه حملات جوجية الخطرات وولدات جوجية الخطرات وفي هذه جوجية الخطرات كتقتل على حسن ما تيقولوا الابناء ديالها وكتدفنوا في الجريدة ديال الفيلا اللي ساكن فيها بطبيق الحال اليومي اخوان كانت تفاصيل هي جديدة وبطبيق الحال نوع المصادمة انا اللي استضمتني بزاف هو انه البارحي اخوان نيابة العامة رفضات انها تاخذ في حقها قرارات احترازية او انها مثلا تعطيها الحبز ديال الدار ولا تعطيها اللوبلغو دي فيرما ما اخدوا في حقها حتى شي قرار يعني حرة طاليقة كأنها مدارت تشي حاجة يعني سيدي اخوان لي تشريح تبس بالله انه الطفل اللي تلقى نهار تسعود في شر 8 اراه كين حي في اللحظات اللي تزيد فيها ومع ذلك القادائي اخوان ما اخدحت تشي قرار في القضية ديالها وخلاهي اخوان حرة طاليقة الا انه كينانية انه نيابة العامة تقدم مقصرح تاني باش يتمي اخوان اولا القاء القبض عليها ويعطيه هذه السالح تلدو ميشي لياري ولا شي حاجة اخرى اريه مسبقاش يعني حرة طاليقة كأنها مدارت تشي حاجة خصوصا من بعد ما انه تبين انه عند كين طفل تاني اللي يتم دفون في ذلك الغريدة المهم اجمال إخوان ليوقع هو ما يلي هو ان هالبوليس مشاهول منزل ومشاهو حفره في الجريدة من جديد وتبين انه في الدوج ديال المنزل اللي كانت الساكنة فيه وليعترفات بالله انه ولدت فيه مشاهول قوي اخوان لا ترس ديال الدم والبوليس ركض ما قالنا ركضي يستعمل واحد المادة وخلوا حد يستعمل جابير ولا المقاطع لقد قمت بقيته لأنه كانت تراث يلتم في هذه النقطة في الدوج الذي قلنا قبل أنه كانت تراث يلتم في هذا النقطة السيدة يا أخوان لوقيتها لولدات يوم الثاني يتحفر مع العائلة في عطلة أمريكا الثاني يحفر على جوج الجليجات من هذه الجليجات التي تكون في الجريدة لأنه كانت تحيي الجليجات وتحفر وتدرر هذه الدرارية الصغار في واحد التوب وتدفنهم وترجع الجليجة يجب أن نبهو الله لهذه المنطقة و لهذه النقطة أبقى كين بحيت الجداجات و من يجو يشوفوا القوة بالله أنه كين جوتمان ديال طفل اللي هو صغير السين داكو قال لي أنا مكان فراسي ولا حتشفت البوليس بوحد طريقة كبيرة كيمشوا لهذه الفيلا مني سمعت الأخبار تكلموا على أنه القوة واحد راضيع تم ما يميت قلت أنا ربما غيكون شي واحد اللي جا تخلص من الراضيع دياله ولكن منبعت تبين بالله أنه كان مدفون فيها وهو غي تصل بالدري عن طريق الإنستغرام غي يخلي ليها ميساج غي يقول ليها حيث هي بلدية صغيرة يعني كنت تكلموا على ترافيرسي طولو اللي كان في البروفينشا ديال بارما فات قريبا عشر آلاف نسمة كتب لها قال لي واش عندك علم بهذا الشيلي واقع وعلى الجانين اللي اللي القاوا أو الراضيع اللي القوا مدفون هي قلت لي مني غادي رجاع غادي نتصل بك ولكن مع مرة ما بقى تصلت إجمالني إخوة اللي وقيت اللي يدوها بشي صندقوها هي نكرات ومني جاوا يشوفوا ولزموها أنها تدير واحد الفيزيتا عن طبيب النساء تبين بلا أنه السيدة كانت والدها يعني الله ولدات ماشي مده هذه اللي طويلة من بعد غادي جاوا يقلبوا لها التليفون غايلقوها كاتبة كيف هاش ولد الولادة التانية ولذلك مني لقوا الولادة التانية غاير اجعل الجرائد يحفروا من جديد يعني هادره ماشي الولادة الأولى وهنا غايلقوا الجثمان تاني ديال الطفل التاني لولي اخوان اعتارفت به والتاني اعتارفت به ولكن خاص التحاليل المهم اللي شكن في ذبح حاليا هو أنه ما يمكنش هادره يتشي واحد ما يكون عيق بها كاين الف الناس دي الجيران لسا مع علم رجال الشرطة تقولوا بلا أنه الأم ذيال الرافيق ديالها في دنساته ديالها كان عندها علم ويستحيل أنه الدره يحملات جوجية الخطرات وعندها عيري 21 عام واتشي واحد مرض لها البال وصديقة اللي كانت كتقرى معها قاتل أنا واحد لمرة شكيت ولكن متعمقتش في الأمر في حين أنه عندها صديقة أخرى تانية اللي مقربة منها بزاف وهذه اخوان كتقرتها هي في الجامعة والتخصص اللي ديرها أنها تكون مولدة تكون قابلة ولذلك هنا رجال الشرطة بغي يعرفوا واش خدست من عندها معلومات واش كان عنده يدوره لله باش أنها تقدر تولد في المنزل زيادة على ذلك مني يزيروها وقالوا لي لا انترك والده ودافنا الدري قتليهم لا راه زاد ميت أو أنه كانت مقتنعة أنه زاد ميت في حين أنه تشريح بين ورسميا أنه الطفل زاد حي بطبيط حلقوا عنده واحد ضربة على المستوى ديلة الرأس هذيك الدربة مقدروش يعرفوا الحدود الساعة وما زال غي حقه واش خداها وهي اللي قتلاته أو أنه الوقيت اللي كانت بغي تدفنه طاح ليها وتضرب مع هذا الجليج اللي كانت ما يبقى ليلة رأس في الراس ولذلك كيف ما قلت لكم في الأول دابة مني تبين بلا أنه كينجو تمان تاني ديال طفل تاني أو ديالة راديع تاني رانية بالعامة تطالب بالسجن ديالها أو على الأقل يكون المتابعة ديالة وهي في حبز الدار ولا عندها لوبليغو ديفيرمي يعني تشيتسيني ولا شيء من هذا النوع يعني كيف يبقى طالقة وهي قاتلة جوج فهذا الفقر يا إخوان سنتحدث عن زيت الزيتون الإيطالي الأكسترافيرجيني اللي غينقص تاني دياله في إيطاليا في الأشهر القادمة من هنا إلى 1-3 شهر تقريبا كيف ما كيكتب الكوريا لدراسيرا وإجمالا مع بداية السنرة غينقص تاني دياله بنسبة تصل حتى الربعين في المائة أشنو كي يعني هاتشي؟ كي يعني أنه زيت الزيتون اللي غلف هاد العامين اللخرى واللي التامان واصل حتى الخمسة تاشر أورو الليطر الواحد عند الفلاحي الإيطاليين وكذلك واصل ما بين 10 أورو حتى 12 أورو أو 13 أورو في السوبرمارشيات كينزيت الزيتون اللي هواية 8 دياله أقل من 10 أورو ولكن الجودة كتكون ناقصة إجمالا 8 غينقص بنسبة تتراوح ما بين 30 حتى الربعين في المائة كي يعني أنه القرعة ديال ليطرو لكانت دير 10 أورو حالين غتولي دير 6 أورو أو 7 أورو في الأشهر الأولى ديال السنة القادمة سنة 2025 هاتشيش كلي تيقولوا يا إخوان هذه توقعات قد تحديثه رئيس شركة إيطالية ذيال زيت الزيتون اللي هي عروفة والرئيس ميتو تدير مونيني ومونيني هي الشركة اللي معروفة ومونيني هي الشركة اللي معروفة في مغرب مونيني مهمة في المغرب ماشي عند البقالة إجمالا زيت الزيتون وي أخذه التحنة الأولى الأولى كيت تتحني في البداية ديال الموسم ان يكون هذا الايتم يบغي يسقط أول ما يكون هناك شوبية قرار مقارنة بتوماقة ت içوان بس يسقط ريكو сильير Extension يكون هناك خبراء احنا كمغاربكي عجبنا زيت الزيتون المغربي بحكم انه كبرنا معاه ولكن الجودة يا اخوان ديل زيت الزيتون الايطالي دوليا رحسن بكثير من زيت الزيتون المغربي هاتشريت يقولوا خبراء فيما يتعلق يا اخوان علش غينزل 8 ديل زيت الزيتون كيف ما كيشرح رئيس هات الشركة قال لك السنوات الاخيرة يعني العامة اللاخرة اسبانيا عرفت وحد الجفاف كبير ومني تضرر المحصول الزراعي ديال اللي عنده علاقة بزيت الزيتون ومحظوش بزاف كان تضرري اخوان الانتاج العالمي ديال زيت الزيتون ومني شي حاجة كتقل في السوق تماني لها كيرتافع الجفافي اخوان ما كانش عارفة اسبانيا ارا كان في عدة دول من بينها كذلك المغرب من بينها تونس ايطاليا كذلك ولذلك تمانا رتافع حالي اني اخوان كيتكلم على انه الانتاج ديال الزيتون او الحصاد دياله غيكون مرتافع مقارنة بالعمل ليفات الى العام اللي فات حصده جوج مليون ونص طون ديال الزيتون هاد العام غيحصده تقريبا ثلاثة مليون ونص مليون طون اللي زيدي اخوان ديال الزيتون غادي تحصد وهذا الشي اللي غيخلي انه الانتاج غيكسر والتامان غادي ينزل ايطاليا بقى عند الجفاف وهذا الشي اللي كي اكدر رائزي لهات الشركة ولكن اجمالا قالك وخل انتاج الايطالي ما غيرتافعش الا انه خصنا لابد دمان نهبطه التامان باش نقدروا اننا نفس الشركات اللي كتجيب زيت الزيتون من برا بحكم انه ايطاليا كتنتج سانويا 300 الف طون ديال زيت الزيتون والطلب عليه في السوق راح بنسبة 900 الف طون لكتلبوا الناس الايطاليين سانويا ولذلك لابد دمان كيبشي ويجيبوه من برا بالطبع يتحلي اخوان الحمدول الله درها خبر اللي هوية ممتاز كنتكلموا على انه التامن غيطيح في البداية ديال السنة القادمة على سبب توقعات ديال رائز الشركة اللي هي من اكبر الشركة الايطالية ديال زيت الزيتون ونذكركم بالخبر يا اخوان اللي كان في الاسابيع الماضية هذي تقريبا اشي شهر القاردة ديال فنانسا كانت شداتي اخوان واحد العصابة اللي كان في الجنوب واللي كانت تجيب زيت المائدة العادي تجيب قرار ديال خمسة يطره تضيف على واحد الملون وواحد المنسم تقول انت كتشوف اللون بحلو بحلو بحل زيت الزيتون مني كتضوك تلقى الماضا قريب بزاف وما كتعيقش وكيبيعوه من ثمان ديال اورو لزيت المائدة كيبيعوه بخمسة اورو بصة اورو هذو كان في الجنوب وما كنت تكلموش على كمية اللي هي قليلة القاردة دي فينانسا راح تجزات على استو ورائعين الاف ليطرو ذي الزيت الزيتون اللي هي فالصة استو ورائعين الاف ليطرو العالم اللاش حل تبعت منه والعالم اللاش حل تكون سمام منها والناس ما كتعيقش وكانوش بعض براميج تليفيزيونية اللي جبت خباراء في التضوّق ذي اللي زيت الزيتون اللي صراحة يعير من خلال الشم عاقب لهذاك الزيت اللي هو فالصة والزيت اللي هو حقيقي ولكن المزورين إخوان راكي يزوروا بطريقة اللي هي احترافية بنظم عادي ما يعيقش فهذا الفقر يا إخوان غدي نتكلموا على الأخبار اللي عندها علاقة بالقيطاع دي الغزة وغدي نشوفوا تصعيد اللي كين حاليا ما بين حزب الله وإسرائيل وأول حاجة غدي نبدو بها هي الحصيلة دي الهجوم الإلكتروني اللي قامت بإسرائيل على الأجهزة دي الوالكي طولكي وكذلك البيتجر على حسبي إخوان آخر حصل لك تتكلم على حوالي 3500 جاريح أما الناس اللي توفاورهم 37 لحضوط الساعة وكي تبين أنه الوالكي طولكي كان عند ناس لي همي إخوان في حزب الله مختصين بالتنديم دي المناسبات بحل مثلا دك الشركة يتنظم في عاشراء طبيعي الحال من جهة أخرى لأجهزة دي الفيتجر كانت عند ناس لي هم يدخلني إخوان في حزب الله وناس لي هم يدخلني في الجانح العسكري ديالها إجمالا اليوم يا إخوان تكلم حسن نصر الله اللي هو يا القائد ديال حزب الله وتكلم وقال عدة أشياء وقبل ما يبدأ الخيطاب كاني إخوان وحد القصف في الجانوب ديال لبنان واحتى الطائرات حربية إسرائيلية طارت فوق مدينة بيروت واختارقات جدار الصوت يعني كتكون طائرة حربية لديجة كتبشبكوا حد السرعة كبيرة ولكن كتزيد السرعة ديالها بطريقة اللي هي كبيرة حتى كتولي السرعة ديالها كثر من سرعة الصوت منك توقع هاد القضية كتسمع وحد الصوت ديال انفجار ضخم في المدينة هو رغمه كي لا انفجار لتاشي حاجة ولكن الناس كي سحب لاكين شي قصف أو شي صواريخ اللي كتطيع اللي مدينة واحد الطريقة من أجل ترهيب الناس إجمالني إخوان حسن نصر الله قال بلا أنه هاد الدربة اللي طلقينا رها دربة كبيرة وقوية وبلا أنه ما غديش طيحنا وتكلم كذلك لأنه بعد الأجهزة ديال بيتجر كانت بعيدة للمستخدمين ديالها والبعد منها ما تمش توزيع ديالهم من الأساس وبطبيط حكى الناس اللي عندهم لأنهم هما خمس شوار هذي كان شروا حوالي خمسالاف جهاز وبطبيط الحال تكلم معنا أنه كذلك إسرائيل في يومين حاولت أنها تقتل حوالي خمسالاف إنسان في دقيقتين وقال بلا أنه ذاك شي اللي وقع يوم الثلاثة ويوم الأربعاء من قدر نسميه إعلان حرب على حزب الله وبلا أنه ما جرى هي عملية إرهابية كبرى وبطبيط الحال كي وعد بالرد وبطبيط الحال حسن نصر الله إخوان فهذه الخيطة بتكلم كذلك ووجه رسالة لنطانياهو لأنه نطانياهو تكلم بالأمس كي وعد المواطنين الإسرائيليين نازحين من الشمال أنهم قريبا غيروا جعلوا لمنازل ديالهم والفكرة اللي بغدير إسرائيل وربما تطبقها في الساعات القادمة أو الأيام القادمة يعني إن قادروا نتكلموا على حرب اللي غاديس بدأ غاي بغيو يديروا واحد المنطقة عازلة داخل الحدود اللبنانية يعني بحال غيدخلوا للبنان وغيحتلوا يا إخوان واحد المساحة على طول الحدود اللي عندهم مع لبنان يعني ربما غيدخلوا بخمسة كولوميت أو بكولوميت احنا ما عارفنش يا إخوان ولكن إجمال الفكريية هذه وغتكون هاد المنطقة العازلة على طول الحدود اللي عاد إسرائيل مع لبنان بطبيط الحال باش حزب الله يتراجع وما يبقاش قريب من الحدود هاد الشي اللي بغدير إسرائيل كيجير رد عليه من حسن نصر الله في الخطاب دياله وقال بلا أنه كنبغي نقول لنطانياهو ولي غارلنت لن يستطيعوا إعادة السكان إلى الشمال وهذا ره تحدي بيناتنا يعني نشوفوش كوله غادي تكون عنده الصحف اللخر واشنطوما اللي غا تقدروا تراجعوهم ولحنا لما غاديش نخليوكم وتكلم على أنه إقامة واحد الحزام أمني داخل الأراضي اللبنانية غايولي هدف الحزب الله وغايحول هاد الحزام إلى فخ وجهنم للجيش ديالهم بطبيط الحال الموهم الخيطر دياله كان طويل بزاف اليوم كذلك كان واحد الهجومي إخوان بدرون وبصواريخ على مناطق اللي كينا في الشمال ديالإسرائيل ادت إلى الوفد ديالقائد إسرائيلي في الجيش الإسرائيلي وكذلك جندي والجرحى أرى العدد ديالهم تسعود واحد منهم حالة دياله خطيرة وكنت تكلموا يا إخوان على جوج ديالإستهدافات في أماكن اللي هي مختلفة واحد مات فيه جندي وآخر كان جريح والتاني توفى فيه إخوان جندي وتمنيا كانوا جرحى اشتركوا في القناة